دايماً يقول لك أنت إنفلونسر، أنت شخص مؤثر، أنت عندك فولورس، أنت راجل على طول في الميديا، بان على طول، طب، ما الناس كلها دلوقتي بقت إنفلونسرز؟ لو أنت عندك ألفين، تلاتة، يعني، الأصل عليه أن كل واحد النهاردة لو بيأثر في عشرة، خمستاشر ما هو إنفلونسر؟ إيه الفرق بقى إن أنت تبقى إنفلونسر على بيك سكيل؟ إيه الفرق؟ الفرق هو الحاجات زي دي، زي اللي احنا بنعملها دلوقتي دي، بقت سهلها، لو أنا وإنت جايين نعملها في السوديو، أي حد ممكن ما أشوف الشرع بلها، فالإنفلونسر اللي كان إنفلونسر على خمس أصحابه، عشر أصحابه، قريبه، مش عارف هيه، في شغله، بقى إنفلونسر، يقدر يعملها على سكيل كبير بسبب الإنترنت بقى سريع وستوديوهات موجودة وكل حاجة يعني قصدك قصدك إن الشخص هو نفسه اللي بيقول إن هو يقدر يؤثر في خمسة أو عشرة أو مليون؟ ولا الميديا اللي قتاحت للأشخاص إن هي تطلع كل ده، تطلع بقى لجواك، وتقولوا وتستقبل أي عدد بقى أي جمهور، اللي اتنين، لأن بيعملوا، إنت دلوقتي مهما عملت، لو عملت مثلاً ومهما عملت، لو أحدك من غير ما تدفع فلوس ماركتينج والكلام ده كله، ممكن ما توصلش بمليون، بس في ناس بيقول لك لأ في ماركتينج باكتجز وفي مش عارف حاجات كده عشان هجيب لك مليون فولور، هجيب لك اتنين مليون فولور. فممكن تلاقي معظم المليون فولور دول ممكن تلاقيهم روبوتس بزبط فعلاً. يعني أنت بتقدر تحدد دلوقتي بس في شخص عندهم فعلاً عندهم فولورز ناس يعني دي لك مسال واحد مثلاً أنا بحبه أنا مسلاً أنت كيف معين أنت الناس كلها بتحبك؟ يعني أنا عايز أقول لك أنا مسلاً عندي عشرة تلاف مسلاً فولور على الانستجرام، وكلهم كلهم معرفوا، وكلهم بنتكلم معاهم، غير مسلاً هل مسلاً إن أنا العشرة تلاف دول معناهم إن أنا كويس أوي؟ ولا إن أنا وحش ولسه محتاج إن أنا أروح لحتة كبيرة زي مسلاً مليون، لأن في ناس مسلاً ما بتتكلمش في حاجة وعندها مليون. أنت تولدت بعشرة تلاف فولور؟ لا، أنت مكنش عندك كنت زي رو فولورز، فواضح إن أنت عشان الحاجات اللي أنت بتتكلم فيها نوترشن وغير نوترشن فالناس حبك، حابة الكونتنت، حابة الكونتنت، طب والكونتنت اللي الناس عندها مليون وعشرة مليون وبيتكلموش في حاجة مهمة، في منهم بيتكلموا في حاجات مهمة، وفي ناس ما بيتكلموش في حاجات مهمة، وهنا قصة الساستينابلتي، هل هو ساستينابل؟ هل الشانل دي ساستينابل؟ يعني هتكمل فيها كونتنت يكمل؟ أم لا؟ أنا في نظرية بتقول لك إيه؟ بتقول لك أن أنت ما تسعيش أو ما تجريش وراء الفراش، أيما، أنت أعمل إيه؟ الحديقة بتاعتك، وخلي الفراش هو اللي يجي لك، صح، أخذ بالك، صح، فأنت دلوقتي هل بقى السوشيال ميديا دي هي بقت الجاردن، هي بقت الحديقة دي، فأنت بتتكلم من خلالها، أو أنت ساستين، أنت لازم تسعى وراء الفراش؟ أقول لك، في الأول هي لازم الاثنين، هي لازم الاثنين، لأن أنت هتوصل إلى مرحلة، أنت محتاج مساعدة، يعني أنت هتبدأ في الأول بالكونتنت، الكونتنت هو اللي هيجيب لك الناس، وبعد كده هتوصل لمرحلة، يعني أنت تسعى وراء الفراش، الأول، قبل أن تعمل الحديقة، اسعى وراء، اتكلم في حاجة أنت تحبها، ولو بتعملها كويس، هتلاقي الناس بيجي لك، آآ، يبقى الاثنين مع بعض، الاثنين، عشان كده بقوله، فكده بقى تقدر توصل للمليون، عشرة مليون بسرعة، طب الناس بتقدرش توصل لعشرة مليون، أقول لك على حاجة عشرة مليون، بعدين بيتكلم في حاجة مهمة، أيها، بيتكلم في حاجة مهمة، بس مش قادر يوصل لعشرة مليون، وتلاقي واحد يعني، عارف ليه مش مهم عشرة مليون، مئة ألف، مئة ألف أكتف، وفعلاً حابين، وعملين فوق يعني بتابعوك، أحسن من المليون ما حدش فيهم مش بتابعك، يعني مليون دول ممكن يكونوا روبوت، بس الناس بتبص على العدد دايماً، سيبك من العدد، بيبقى نسي بص على العدد، نسي بص على الانجيجمنت، طبعاً أنا مفهمش، ده مش مجالي، بس ده اللي أنا من الوقراء أونلاين، يعني أنا حاسس إن الناس دايماً بتبصها، أنت عندك كم فولور، مش عندك قد إيه محتوى حلو، يعني بشوف ناس مسلاً، صح، زي اللي بيطلعوا يطبخوا، أه، ولا بيطلعوا يأكلوا قدام مسلا، فيه ناس بستطلع، فيه ناس أنا شفت حاجة مصيبة، يعني واحدة طلعة بتنظف البيت، أيها شو؟ بتنظف البيت، فعلاً بتعملش أي حاجة غير كده، وعندها مليون اه، والله، طب ايه، طب أنا الواحد قاعد بيهلك وجاب اوكا، وجاب نظارة، وده إنه، انت عارف بيعملوه كمان، وبعدين، بيعملوه لايف، اه، بعدين مصيبة، وهي قاعدة بتنظف البيت، تلاقي مسلاً تلاتين ألف واحد ده خليت فرج، الله، تفرجوا على إيه، وتبتفرج على التنظيف، ولا نظافة، ولا مصلحة اللي بينظف، ولا أعمل حاجة تجيب لي يعني كونتنت كويس وأنا أكون بحبه وبعمله بطريقة لذيذة، وتجيب الناس، أنا شايف إن انت تبدأ كده، فهتجيب ناس زي ما أنت عملت بالزبط، في الأول، بالزبط، وبعد كده ممكن غصب عنك توصل على المرحلة، تلاقي نفسك لا، محتاج مساعدة، لأن فيه ناس متخصصين فإن هما يجيبوا فولورز، بس المشكلة في دول إن هما فولورز دول ممكن ما يقولوش هاي كواليتي فولورز، يعني هاي كواليتي، بس أنا أنا أعتقد حاجة بقا، أنا أعتقد إن المجال هو اللي بيفرق، يعني بمعنى إيه؟ يعني أنا بشوف مثلا الناس، أخذ بالك، مغني، تمام؟ المغني ده عنده فوق الميت مليون فيو، فوق المش عارف إيه، واللي قولك أنا مش عارف رقم كام، وأنا رقم إيه، وأنا بعمل إيه، وأخذ بالك، وتلاقي واحد دكتور مثلا، إن ناحية التانية، بيتكلم في حاجة مهمة جدا، بس يطليش عنده كامل فولورز وكم المعجبين دول اللي عند الأخ ده، فهل الموضوع بقى تفاهة؟ يعني كل ما تتكلم في التفاهة، كل ما يزود العدد؟ ولا كل ما إنت شايف إن إنت عندك حاجة مهمة عايز أقول للناس، فده اللي بيجزب الناس؟ الموضوع بقى فيه، إنت عندك ميكس، فيه جزء تفاهة أكيد، وأنا على فكرة بحب التفاهة أوي، وفيه جزء مهم، يعني أنت هتلاقي نفس الشخص اللي عمل فوله ده هو اللي عمل فوله ده، طبعا مع الاختلافات، بس إنت برضو فكر في حاجة مهمة، فكر في الإنحضار الأخلاقي، اللي ظهر من السبعينات للثمانيات للتسعينات للنهاردة، شوف فرق الأغاني، فرق الأفلام، فرق اللغة، الناس بيكلموا بالشارع بلغة أنا بقيتش مش فاهمها، مع إن إحنا برضو نعتبر جيل جديد، فده برضو بنعكس على السوشال ميدي زي ما تبتقول، فيه ناس بتعمل كله أي كلام، وإترفلكت اللي بيظهر في الشارع النهاردة، وناس حابين، يعني أنت قصدك إنه بقى موضوع ممكن نقسمه شرايح، يعني مثلا أنت بتكون سبعينات، تمانينات، تسعينات، ألف نت، تمام؟ بقى في ألف نت دلوقتي، يعني العائل الصغير ده قاتل عنده عشيه مثلا لك موليد ألفين، أنا موليد ألفين دي كنت عند الهرب، كنت محتفل الحفلة بتاعت، أشعارف إيه، كان اسمه إيه، فان دايك ده ولا كان اسمه إيه ده، كان هناك، كان حاجة غريبة، كان فرنساوي، كنت عند الهرب من هناك، خطباك كنت كبير، أيوا، أيوا، في ألف نت ده يجي في الشغل يقول لك يا مستر، ألفين ده بالنسبة لي لسه يعني حديث، في جيل ألف نت، آه، فأنت بقى بتقسم سبعينات، ثمانية، تسعينات، ألف نت، ولا تتقسم إزاي؟ يعني تتقسم بالشريحة، اللي هو اللي عايز يوصل لمسلا يعني الـ content عايز توصله لشريحة معينة من سبعينات، ثمانية، تسعينات، ألف نت، ولا أنت بتوصله للجمهور كله؟ لا، ما ينفعش تتوصله للجمهور كله، أنت لازم تختار، أنت بتتكلم في إيه وبتكلم مين؟ لأن مش كل الجمهور زي بعده، للأسف، بس خليه ألاك أن كله بيحب المصلحة، مفيش حد ما بيحبش المصلحة، صح؟ يعني إحنا متفقين عن المصلحة هي الأساس؟ لا، المصلحة العليا والكبرى دي أهم حاجة في الحياة، صح، أنا بقول كده برضا، المصالح بتختلف، أيو، وبتختلف من اختلف البشر، وحسب القارة، وحسب الجيل، وحسب اللغة، وحسب كل حاجة، وعايز أخلص في المصلحة أو لا، أنت إيه رأيك مثلا في مصالح اللاتينية؟ المصالح اللاتينية معروفة، يعني أن هي بتكذب أكتر عدد من المستصلحين، أكتب، أكتب كبير شريط، طيب خلاص، يعني دي كونتنت، اطلع عامل مصلحة اللاتينية، هكيب أكبر، يعني ما هي بفكرة بقى أن أنا ما عنديش حد يعمل للمصلحة اللاتينية دي، أنت عامل، روح للدكتور، قل له يا سامحة أنا عايز أعمل مصلحة اللاتينية، يعني إحنا وصلنا بعد الموضوع ده كله، أن المصلحة هي الأساسية، أهل اللي بتطلع كلها، أهل اللي بتنس، أهل اللي بتخصي السبعينيات تبقى، أيو، طب هقول لك الحاجة أنت شفت، مثلا هقول لك حاجة بقى، معلش، معلش، أنا قبل وقول لك، السبعينيات مثلا، أنا أحب المصلحة بتاعت السبعينيات أكتر من الألفينية، أنا مش فاكر ما تكونش مولود بصراحة، لا، في حاجات تؤكد، أنت قلت الإنترنت، في إفدنس، في إفدنس، الإنترنت ما بيكتبش، إنترنت ما بينساش، أيو، فده معناه أن موجود، مصارح السبعينيات، والله، مش كيفي، مصارح السبعينيات ده، آه، إيه، إيه، قط، لا،